مرحبا للجميع ولكل الأصدقاء الموجودين ولكل المشتركين معنا بالقناال واللي حيكونوا إن شاء الله زائرين للقناال على المدى البعيد بناء على طلب كتير ناس انطلب مني أعمل بعض الفيديو ريفيوز على جهاز رولاند EA7 طبعا بحب أوضح أول شيء أنا منلاقه أمثل شركة رولاند أنا بس شخص مقتني للجهاز وفي كتير عازفين عندهم الجهاز وليقوا شوي صعوبة بالتعامل معه فحبايت أعمل بعض الفيديوهات التوضيحية تقدر تساعد هالناس هيدا كيف يقدروا يستخدموا الجهاز وغو ثرو ذا كيبورد هلا اليوم موضوعنا هيكون شرح بس سريع عن الجهاز شو مميزاته على أمل يكون مدخل لفيديوهات تاني بتفاصيل أكتر على قدر ما نحن نعرف بهيدا الجهاز أنا مني بروغرامر فلي أنا بعرفه حيكون شارك فيه الناس على أمل كل إنه يستفيدوا منه طبعا بالمبدأ الجهاز مقصم بهالطريقة هيدا طبعا نحن عندنا أول شيء خمسة أكتاف الجهاز عبارة عن خمسة أكتاف موجود هون مقصم لأكتر من جزء الجزء الأول هون في شيء عنا اسمه الأصينابل سويتش من الوان للسبن واللي عيجي إن شاء الله فيديو منحكي عنا في عنكن الأكتاف اللي فينا نحن نعدل الأكتاف فيها بلس أو ماينس للترانسبوز طبعا الناس بتعرف الترانسبوز بالنسبة للصوت عنا هيدا الجزء هوني اللي هو فيه الفوليوم نوب وفيه هيدا اللي هو البالنس نوب هوني كمان هيدا فيه عنا السكيل تيونر اللي هو مخصص لتشريق الشرقي أو الكوارتر تون وفيه طريقة تانية إنه نقدر نستخدمه من شين البادز فيه عنكن هون هيدا السكشن مع هيدا الشيش اللي هي على اليسار هون هيدا مخصصة لكل شيء اسمه بالإقاعات إلو علاقة بالإقاعات ما طبعا حنلاقي نحن هوني بهيدا الميلي مجموعة كاتيجريز للإقاعات الموجودة اللي هي بلت إن بالجهاز هيدا الميلي أو هيدا الجهة من الجهاز هي كل شيء إلو علاقة بتشغيل الإقاع بين إنترويات في عنا أربع إنترويات في عنا كون أربع بريك أوتوفيل والأندين طبعا stop start button هذي طبعا الموجودين fade in fade out إن شاء الله ممكن بلش نعمل ديمو سريعة عليهم الأوسط من الجهاز هو عبارة عن خان سميه ميكسر صغير أو إكوالايزر صغير موجود بيتحكم بالإقاع بالباس بالأصوات upper one upper two upper three وإن شاء الله نشرح شوية عنهم بفيديوات لاحقة عنا الone touch الone touch اللي هي مثل بريسيت لأصوات فيكن تضيفوها أنتو حتى تكون سريعة ومتناولة لإيد بتشبه بعض الميزات ببعض الأجهزة التانية الموجودة بالسوق هذه الجهة اللي هي اليمين الشاشة اليمين إذا لاحظتوا فيه شاشتين للجهاز الشاشة اليمين هي كل شيء بما يختص بالأصوات فإنتو صار عندكم الأصوات على جهة اليمين والإقاعات على جهة الشمال أو اليسار هذه الجهة فيه عندكم الregisters اللي هي من one to ten اللي جاية تحت اسم بيو بي جي أو يو بي أس كمان منرجع منحكي عنا بفيديوات لاحقة الsplit button lock button كمان فيه لهم دور بموضوع الخاصيات تبع الجهاز أنكن نفس الفكرة اللي هي الcommand buttons خلينا نسميها الموجودة بهيد الزاوية وهي تقريبا copy paste عن الموجود بهيد الميلي وهي الهدف مننا كمان إن كنت تتحكموا بالأصوات أرقام الأصوات شوبتكن أي صوت بكنتو صلوله فهي مع segments أو categories للأصوات الموجودة بين world بين synth بين organs whatever it is piano هالقصص هيده فيه عندكم هيد الجهة اللي هي اللي علاقة بالmenu وما المنيو وهالقصص هيده الoutput المايك نوب كمان تتحكموا بالصوات للمايك فهيدي بعض الفيتشورز الموجودة بالأورج إن شاء الله هيكون فيه فيديوهات تانية نشرح عن تشغيل الجهاز من ناحية الإقاعات من ناحية الأصوات كيف نعمل user program كيف ممكن نضيف أصوات لعنا لهون تودون تشتغل كيف ممكن نحط styles بالفيفورتز عنا فهيدي القصاص إن شاء الله هيكون فيه فيديوهات جديدة نقدروا نحكي عنا thank you so much وبتمنى أنكم تتابعونا على القناة ويكون فيه subscribe وfollow حتى تترقبوا كل شي جديد بما يختص باللي عم نعمله thank you so much